بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع مراجعة ملخصة في الفيزياء يعني في الفيديو ده إن شاء الله هنستعرض مجموعة من الأسئلة العشوائية في الفصول أو الموضوعات اللي احنا درسناها السنة دي إن شاء الله في الصف الأول الثانوي وهيكون فيه طبعا مراجعات عامة وفيه حلول اختبارات هتلاقوها طبعا على الموقع إلى جانب هذا الفيديو ولكن الفيديو ده تحديدا فهو عبارة عن اختيار لمجموعة من الأسئلة المختلفة والمتنوعة الملخصة اكتب المصطلح العلمي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نوعها تسمى وحدة القياس لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية ده اسمه القياس كتلة استوانية من سبيكة البلاتين والإيريديم ذات أبعاد محددة محفوظة عند درجة الصفر سيليزيوس في المكتب الدولي للمقاييس والموازين ده اسمه الكيلو جرام العياري أما بقى المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكة البلاتين والإيريديم محفوظة عند درجة الصفر سيليزيوس في المكتب الدولي للمقاييس والموازين ده بقى اسمه المتر العياري الفترة الزمنية التي تساوي واحد إلى 86400 من اليوم الشمسي المتوسط ده اسمها الثانية صورة مختصرة لتوصيف فيزيائي ذو مدلول معين أو معنى فيزيائي معين ده اسمها المعدلة الرياضية الفيزيائية صيغة تعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية ليالطول والكتلة والزمن مرفوع كل منها لأس معين المصطلح ده اسمه صيغة الأبعاد طريقة للتعبير عن الكميات العددية الكبيرة جدا أو صغيرة جدا باستخدام الرقم 10 مرفوع لأس معين ده اسمها الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد طول المصاري الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع لآخر وهي كمية قياسية ده اسمها المسافة أما بقى المسافة المستقيمة أو أقصر مسافة مش شرط تبقى مستقيمة في اتجاه معين وهي كمية متجهة دي اسمها الإزاحة حركة الجسم في مصار دائري بسرعة ثابتة في المقدار ومتغيرة في الاتجاه دي اسمها الحركة الدائرية المنتظمة العجلة التي يكتسبها الجسم في الحركة الدائرية نتيجة تغيير اتجاه السرعة دي اسمها إيه؟ اسمها العجلة المركزية القوة التي تؤثر باستمرار في اتجاه عمودي على حركة الجسم فتحول مساره المستقيم إلى مسار منحني دي اسمها القوة الجاذبة المركزية القوة الجاذبة المركزية نوع تاني من الأسئلة وهو ما معنى قولنا أن إزاحة جسم تساوي 70 متر غربا أي أن المسافة المستقيمة التي يقطعها الجسم في اتجاه الغرب تساوي 70 متر الخطأ النسبي في قياس مسافة ما يساوي 1 من 100 أي أن النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية لهذه المسافة تساوي 1 من 100 القوة أو الإزاحة أو العجلة كمية متجهة معنى كمية متجهة أي أن القوة لو نتكلم هنا عن القوة كمية فيزيائية تعرف تماما بمعرفة مقدارها واتجاهها معا لا ينفعش أن أعرفها بالمقدار الواحد ولا باتجاه الواحد كمية متجهة يعني لازم المقدار والاتجاه معا ما معنى قولنا أن المسافة التي يقطعها جسم ما تساوي 10 متر أي أن طول المسار الفعلي الذي يقطعه الجسم أثناء حركته من نقطة البداية لنقطة النهاية بيساوي 10 متر الخطأ المطلق في قياس طول الفصل يساوي 2 من 100 متر كلام ده معناه إحنا لسا قيلينه من شوية أي أن الفرق بين القيمة الحقيقية لطول الفصل والقيمة المقاسة فعليا يساوي 200 متر القوة الجاذبة المركزية المؤثرة على جسم تساوي 200 نيوتن معنى ده أن القوة التي تؤثر باستمرار في اتجاه عمودي على حركة الجسم فتحول مساره المستقيم إلى مسار دائري تساوي 200 نيوتن نوع ثالث من الأسئلة وهو أسئلة تعليل لما يأتي علل الجسم الذي يتحرك حركة دائرية منتظمة لا يقترب أبدا من مركزه الدائري رغم وجود قوة جاذبة مركزية نحو المركز لأنه طبقا لقانون نيوتن الثالث فهناك قوة رد فعلي للقوة الجاذبة المركزية بتبعد الجسم عن المركز وعند تساوي القوتين بيدور الجسم في دائرة دقة القياس لا تصل أبدا إلى 100% لوجود عدة مصادر للخطأ منها اختيار أداة قياس غير مناسبة وجود عيب في أداة القياس إجراء القياس بطريقة خاطئة أو تأثير أي من العوامل البيئية بس دقة القياس لا تصل أبدا إلى 100% علل اهتمام علماء الفيزياء بتطوير الساعات الذرية ذات الدقة المتناهية لأنها تستخدم في دراسة كثير من المسائل العلمية والعملية الهامة مثل مدة دوران الأرض حول محورها وتدقيق رحلات سفن الفضاء لاكتشاف الكون وأيضا تحسين الملاحة الجوية والأرضية دقة القياس المباشر أكبر من دقة القياس غير المباشر لأن الخطأ في القياس المباشر يكون خطأ واحد أما القياس غير المباشر بيكون الخطأ مركب في عدة أخطاء علشان كده بتلاقي أن دقة القياس المباشر أكبر من دقة القياس غير المباشر معدلة الأبعاد تكفي لإثبات خطأ القوانين ولكنها لا تكفي لإثبات صحتها ليه بقى؟ لأن عدم تجانس أو تطابق أبعاد طرفي القانون يعني أنه خطأ يعني لما ما تلاقيش الطرفين متطبقين فخلاص بتعرف أنه خطأ وغير ممكن فيزيئيا ولكن تطابق الأبعاد لا يعني بالضرورة صحة القانون فقد يحتوي القانون على ثابت عدد قيمته خطأ فيحل بصحة القانون يوضع الميزان الحساس داخل صندوق زجاجي حتى لا تتسبب التيارات الهوائية في حدوث خطأ أثناء القياس الخطأ النسبي أكبر دلالة على دقة القياس من الخطأ المطلق لأن الخطأ النسبي يعطي النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة وليس قيمة الخطأ فقط قد يتساوى متجهين على الرغم من اختلاف نقطة بداية كل منهما لأن شرط تساوى متجهين أن يكون لهم نفس المقدار والاتجاه دي كانت زي ما قلنا في بداية الفيديو مراجعة ملخصة أو مختصرة لبعض المفاهيم والتعليلات والمصطلحات في الموضوعات اللي احنا درسناها في الفيزياء السنة دي في الصف الأول الثانوي هيكون في طبعا فيديوهات أخرى أكثر شمولا وهيكون في حل امتحانات أو مراجعات نهائية بتشمل عدد أكبر من الأسئلة والأجوبة حاول في الفيديو ده لو كان في بعض الأسئلة أنت ما كنتش عارف الإجابة بتاعتها حاول أن أنت تعيد الفيديو أكثر من المرة لحد ما تثبت الإجابات أو المعلومات في دماغك نتقابل إن شاء الله في فيديوهات جاية شكرا لكم مع نفهم نتعلم ببساطة اشتركوا في القناة